لو أسأل يعني وشو له التخصيص يعني خلبي بتكلم بلغة بسيطة ليش الدولة قاعدة تتجاه يعني للتخصيص وش الأساس اللي بناء على يخصص قطاع أو تخصص كذلك يمكن خدمة طيب زي ما قلتك هو أولا الهدف من التخصيص بشكل عام هو رفع مساهمة القطاع الخاص يعني واحدة من الهداف في رؤية المملكة 20-30 رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% من الناتج المحلي فلازم يكون عندك عدة آليات اللي تساهم في تحقيق الهدف هذا أحدهم هو عمليات التخصيص اليوم الدولة هي مقدم خدمة ومالك لأصل ومشرع ومراقب فلما تاخذ آلية تقديم الخدمة وتملك الأصول تحولها للقطاع الخاص معناها أنت أعطيتهم دورهم أكبر دور أكبر في الاقتصاد هذا جانب جانب الثاني ونعرفه كلنا أنه اليوم القطاع الخاص قادر بحكم طبيعة أو ظروف عمله أو ظروف أهدافه قادر على أنه يرفع من مستوى الخدمة قادر من أنه يزيد من كفاءة التشغيل وما إلى ذلك أحد الأمثلة مطاحن الدقيق تم تخصيص وتحولت مطاحن الدقيق إلى أربع شركات وخصص منها أو بيعت أصول كامل أسهم شركتين منها وجاري استكمال الشركتين الثانية كان تروح للسوماكت تحصل نوع واحد أو نوعين من الدقيق السعودي ومنافسين الأجنبي كمية كبيرة جدا اليوم عندهم الاستطاعة كقطاع خاص ينتجون أربع خمسة نوع من المنتجات الدقيق قادرين أنه يزيدون من عملية التنوع مستوى الخدمة في توصيل المنتج